بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن ولكن الله يفعل ما يريد بسم الله وبحمد نبدأ خطوة جديدة في رحلة إيمان في رمضان وزي ما اتفقنا مع كل حلقة هنجدد النية وندعي ربنا إنه يقبلنا ويقبل تجمعنا على تعلم وتلاوة كتابه الكريم في شهر رمضان شهر القرآن هندعي ونقول يا رب احنا دخلين رمضان السنة دي وكلنا أمل إننا نغتانمه بجد وما يضعش منا وبإذن الله كل اللي كنا مقصرين فيه هنجتهد إن احنا نقوم بين السنة دي ونعدله يمكن قبل رمضان كنا مقصرين في علاقتنا بالقرآن لكن احنا خلاص عزمنا على العودة للقرآن تدبر وتلاوة وأنا بدأت معاكم النهار دا بقراءة أول آية من الجزء الثالث من سورة البقرة والنهار دا برضو هنتعلم خطوة بسيطة في التجويد ومش هندخل قوي في الأحكام لحد ما تتعودوا معايا إن شاء الله وأوعدكم إن شاء الله إن احنا لو مشينا مع بعض خطوة خطوة هنتلع من رمضان السنة دي من قرآن الكريم بالأحكام إن شاء الله وأفكركم تاني الموضوع بسيط والقرآن سهل إن شاء الله ودي فرصة لازم نستغلها يلا نبدأ نشرح بطريقة بسيطة النهار دا عايزة أن نتكلم عن البسمرة يعني إيه بسمرة؟ البسمرة هي لفظ بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما قلنا هي جزء من أول آية في بداية كل سورة إلا سورة الفاتحة فهي آية مستقلة بذاتها أما سورة التربة فلا بسملة فيها يا إحنا أي سورة لازم نبسمل في أولها لو كنا منقرأ من الأول لازم نبسمل طيب في حاجة تانية يعني إيه استعاذة؟ الاستعاذة هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرحيم دي حكمة مستحبة بنقولها إمتى؟ بنقولها قبل ما نبدأ التلاوة بنقولها بصوت عالي في مجالس التعليم فقط بعد كده هنقولها سرا وليس جهرا النهاردة إن شاء الله هبدأ معاكم خطوة بسيطة في التجويد عايزين نعرف يعني إيه حرف مشدد حرف مشدد في القرآن الكريم هو بزنة حرفين يعني إيه؟ يعني أي حرف مشدد كأنه حرفين عندنا مثلا هنا في سورة البقرة اللي هي من آية 253 اللي احنا لسه أرينها دلوقتي عندنا في كلمة من كلم الله هنلاقي إن اللام عليها شدة يعني إيه الشدة دي؟ يعني اللام دي كان أصلها لام ساكنة ولام مفتوحة يعني لو ما كانتش الشدة دي موجودة كنا هنقولها إزاي من كلمة إنما الشدة معناها إن إحنا بنضاعف الحرف يعني الحرف دا زي ما قلنا كأنه بزنة حرفين فهنقول من كلم الله يبقى النهاردة هناخد بالنا إن الحرف المشدد ندي حقه عندنا برضو في نفس الآية في كلمة فضلنا لو قلناها مشددة الحرف دا مشدد فبيقول فضل دي أول أول حرف احنا قلنا الحرف المشدد يعني بزنة حرفين الأول ساكن والتاني متحرك على حسب حركته هنا مثلا فضلنا مشددة مفتوحة يبقى إذن كأن الضاد هنا عندي بزنة حرفين يعني كأنها حرفين شابكين في بعض فبيقول فضل يبقى أنا كده نطاقة الحرف الساكن وبعد نقول فضاء يبقى أنا كده نطاقة الحرف المتحرك عندنا برضو فيه البينات نفس الشيء الياء هنا بزنة حرفين والياء مكسورة إذن لما أقول قلبي يبقى أنا كده نطاقة الساكن وبعد نقول بي يبقى أنا كده نطاقة المتحرك وبهذا الشكل برضو فيه باقي الآية يبقى النهاردة كل اللي محتاجة منكم إن انتو تعرفوا يعني إيه حرف مشدد وإن احنا ندي حقه في التلاوة حاجة كمان صغيرة هطلبها منكم عندي فيه حاجة اسمها علامة المد كلنا عارفينها في القرآن الكريم زي كلمة ولو شاء الله النهاردة مش هنتكلم عن المد ولا هنقول أنواعه ولا هنتكلم على مسمياته ولكن كل طلبة منكم إن أول لما نشوف علامة المد دي هنطول شوية في الحرف يعني أقول ولو شاء الله سطر اللي بعدها ما جاءتهم طيب إحنا اتفعنا دايما إن إحنا معنا ألم وصاص والمصحف بتاعنا اللي بنعلم فيه فالنهاردة الله يرضى عليكم عايزة أي علامة مد وإحنا بنقرأ في الورد بتاعنا هنحط عليها كده دايرة صغيرة عشان لما نيجي نقرأ ننتبه لها ونطولها شوية مش عاروز منكم النهاردة أكتر من كده رزقنا الله وإياكم تلاوة يحبها ويرضاها